شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد عبر الفيديو كونفرنس بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير رسمي في شمال أفريقيا والتي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط وخلال المناقشة أوضحت هالا السعيد أن الحكومة وضعت قانونا جديدا في عام 2020 يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصعادين لما لها من دور أساسي في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت على اهتمام مصر بالتعاون مع إسبانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معربا عن تطلعه إلى فتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالات الحكومة الرقمية جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات سفيرة إسبانيا بالقاهرة تم خلال اللقاء بحث سبول تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بأليات جذب الاستثمارات الإسبانية والتعاون في مجالات الحكومة الرقمية وصناعة الإلكترونيات ودعم الابتكار التكنولوجي ترجمة نانسي قنقر